أحسن الله إليكم الأخت السائلة ميم حاء واو تقول ما حكم لبس الشعر المستعار وهو ما يسمى بالباروكة لفترة مؤقتة بالنسبة للرجال من باب التمثيل للتحذير عن بعض العادات التي يمارسها بعض الشباب هداهم الله أولا التمثيل لا أصل له وهو من العادات المستوردة وفيه محاذير وثانيا لا يجوز لبس الباروكة لا للرجال ولا للنساء لأنه من الوصل الملعون من فعله لعنى صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة فلا يجوز هذا العمل من ناحيتين من ناحية أن التمثيل لا يسمح به شرعا ومن ناحية أن وصل الشعر بشعر آخر لا يجوز نعم شكرا للمشاهدة